مع الرب يسوع احنا من مجد الى مجد مع الرب يسوع احنا في الارتفاع مع الرب يسوع نقدر نقول الرب رعية فلا يعوزني شيء مع الرب يسوع طول ما انا مع الرب يسوع اقدر اقول زي مزمور 23 ما بيقول انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي مع الرب يسوع اقدر اقول ان الرب يحامي عني وانه انا دائما اسير من قوة الى قوة عزيزي المشاهد لو انت بعيد عن الرب تعالى ما هو الرب بينادي وبيقول تعالوا الي وانا اريحكم لو انت خايف لو انت الان لو انت منزعك لو انت شاعر ان فيه سحر بيأثر عليك لو انت تايف في الدنيا ومشاعرك بتبهدله تعالى الى الرب لان الرب هو الطبيب الاعظم اللي بيشفي النفس اللي بيزيل الانزعاج والخوف والهم اللي بيعطي السلام الحقيقي والراحة الحقيقية والنجاح الحقيقي والتمتع الحقيقي عزيزي المشاهد بابدأ معك هذه الحلقة بآية من رسالة رمية اصحاح 16 آية رقم عشرين وإله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا نعمة ربنا يسوع المسيح معكم يعني بالنعمة هختبر الشيطان مصحوق تحت أقدامي إله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا إيه كانت المشكلة في كنيسة رمية كان فيه شغل من الشيطان شغل جامد قوي الشيطان كان بيعمل في دائرة الوحدة بيقسم الكنيسة بيعمل انقسامات والكنيسة بتجاهد عشان هذه الانقسامات تتلاشى وهذا الخصام ينتهي فهنا الوعد طول ما أنتم تتكلوا على النعمة في مواكة الحرب دي ده حرب على الكنيسة يعني أصعب حرب وأخطر حرب على جماعة مؤمنين هي الحرب اللي بتعمل انقسامات هي الحرب اللي بتخلي ناس بتخدم مع بعض بدل ما يخدموا مع بعض ما بيخدموش مع بعض بدل ما بيشيلوا مع بعض ما بيشلوش مع بعض بدل ده ما بيكمل ده لا ده بينطقت ده وده بينم على ده هذه أخطر حرب تأتي على الكنيسة أن المجموعة المؤمنين يفقدوا وحدتهم يفقدوا محبتهم لبعض فده اللي تعرضت له هذه الكنيسة كنيسة رومي عشان كده أيها 17 احنا متأمل فهي 20 بتقول كده أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون يصنعون إيه الشقاقات يعني فيه انفصال في الناس بتعملوا وراء الشيطان والعصارات وتعليم غلط خلافة للتعليم الذي تعلمتوه رقبوهم وعرضوا عنهم ليه لأن دول بيستخدموا اسلوب من إبليس إبليس بيخليهم يبقوا زي الحية الحية خادعة فيقول كده أن مثل هؤلاء بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يعني يتكلموا حلوة قوي لما يوعزوا يا سلام وعظ ما حصلش كلام مشجع يقول لك كلام طيب والأقوال الحسنة يخدعون هذه الحية قلوب السلاماء هنا بقى الرسول بوليس بيقول إله السلام يعني الرب هيدي سلام للكنيسة خال الكنيسة لأنه ما يبقى فيه انشقاق ونزد الراعي والأسس اللي بيخدمه مع بعض كل واحد ليه مجموعة كل واحد ضد التاني وكل واحد ده سلام لا وده حاجة طليق ببيت الرب لا ده حاجة عملها إبليس طب ايه العلاج العلاج ان احنا نصق في النعمة نصق ان الرب سيتدخل بنعمة عظيمة نتيجة لتكن عليه نتيجة لصلواتنا بيتك منقاسم تعمل ايه تتكل على النعمة تتكل على عمل الرب زي ما بقالت الرسالة العبانية نتقدم بسيقها لعرش النعمة عشان نجد رحمة وننال نعمة عشان الرب يتعامل معاك بنعمة فتهزم روح الانقسام اللي في البيت وروح الغيرة لو في غيرة بين الولاد تتشال وهنا بقى بالنعمة إلا يحصل حس من المعركة وهنا أهم كلمة ممكن تحسها سريعا إله السلام سيصحق الشيطان تحت أقدامكم سريعا يعني العمل الشيطان سيكون كلا شيء يعني الشيطان هيصب الخزي يعني هيجد أن كل العمل ومقسامات انتهى هيجد أن الكنيسة بيقى فيها حرص على الوحدة زي ما بتقول الآية مجتهدين نجتهد إلى حفظ وحدانية الروح يعني يعني لدينا دايما نبقى عندنا اجتهاد ونضحب أي حاجة في سبيل الوحدة فيه اجتهاد فيه إصرار لما قاوم إبليس وأنا بصلي ومتكل عن النعمة بيتي يغلب الشيطان ويبقى واحد يبقى يتمتع بالوحدة الكنيسة اللي أنا بنتمي لها يعمل الروح وقدس فيها يبكت الناس اللي هي بتصنع عن قسامات وسايبة نفسها لإبليس ويبقى فيه بقى اعتراف متبادل الغلط في حد يعتزله وتعود الكنيسة تكون بقلب واحد زي ما قال الكتاب يصلي بقلب واحد ونفسه واحد دي ايه دي حزيمة صحقة للشيطان إله السلام هيدي سلام الكنيسة يسحق الشيطان العمل المشاكل دي تحت أرجو لكم سريعا عزيزي المشاهد لو انت بقى في مواكهة مع الشيطان عايز وقعك في خطية سدق ان المعركة تتحسن بسرعة لو انت في مواكهة مع إبليس في اي دائرة بقى دائرة العمل دائرة المرض دائرة الفلوس لازم تسدق ان طالما انت مش بتتكل على نفسك بتتكل على النعمة نعمة ربنا يسوع معكم طالما انت بتتكل على النعمة لاني تبقى متأكد ان المعركة هتتحسن بسرعة هتتحرر من القيد دا بسرعة هتنل العلاقة الغلط بسرعة هتطلع من المرض دا بسرعة اله السلام هيدي سلام في كل دوايا حياتك هيشيل القلق والخوف والانزعاج اله السلام سيصحق الشيطان تحت ارجو لكم قلت الكلمة المهمة اوي 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 ايه معركة حزن سريعا فيه طمعنينة للمؤمنين في روميا لما اروا الرسالة دي فيه طمعنينة ان احنا مش بنحارب كده الى مالة نهاية ما ممكن تقعد تحارب وتصلي وتلاقي امور من سيء الاسوق لا ده سريعا ستحسم المعارك عزيزي المشاهد تعالى معي الان الى سفر العدد اصحاح اربعة عشر بنكمل التأمل فيه استجابة الرب لشفاعة موسى موسى تشفع من اجل الشعب الشعب جاي عليه ضربة بسبب خطاياه المركبة الصعبة اللي ارتكبها الرب قال لموسى انا هفن الشعب ده مرة واحدة موسى تشفع الرب تجاوب معنا بس قال له ايه قال له ده شعب مش تايد وطضح انه مش تايد من المواقف اللي حصلت بعد كده ما التوبة تبان مش لما تحس ان العصاية جاي عليك وبعدين تقول خلاص يا رب انا توبت لا التوبة هتبان لما تتعرض لموقف اللي وقعت فيه في الخطيئة وتقاوم هنا تبان تتوبت يعني قبل كده كنت بتتساهل معنى التوبة انك لما تتحط في الظرف ده مرة كمان اللي يحصل تقاوم لا شعب الرب ما عملش كده والرب شايف انه ده مش شعب تائب عن خطيئة فالعقاب هيرفعه بس مؤقتا من اجل موسى مش هيموته حالا وهيأتي العقاب عليهم بطريقة جديدة تمجد الله لان موسى في صلاته قلنا انه كان حريص انه يعلم في صلاته يا رب انا عايزك ما تعاقبش الشعب عشان ده المجدك عشان ما يقولوش عليك انك انت خزلت وعدت شعبك انك توديهم ارض كنعان وبعدين موتهم في البرية مرة واحدة لان انت مش امين مش صادق الناس يقولو كده وضعيف ما عرفت انت دخلهم ارض كنعان في موتهم فالرب قال بقى لا ده انا سأتمجد بقوة في عقابي للشعب حي انا فتملأ الرب بيقول كل الارض من مجد الرب وبعدين قال في آية اتنين وعشرين ان جميع الرجال الذين رأوا مجدي اللي شافوني في مجد مين دول ده كل الشعب اللي طلع من ارض مصر شافوا مجد الرب شافوا البحر بين شاء شافوا فرعون بيغرق شافوا الصخرة بتطلع مية شافوا السماء بتنزل ندا شافوا المجد بقى في جبل سيناء لما موسى استلم الشريعة فالرب بيقولون تشوفتوا كتير مع كده رفضتوني ان جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي معجزاتي التي عملتها في مصر ضربات العشر وفي البرية لحد ما وصلنا لحد دلوقتي يعني قربنا على سنتين وجربوني الآن عشر مرات عشر مرات ده تعبير ان الشعب الشعب متزمر مش بيصدق الرب كم مرة مش مرة ولا اتنين ولا اتنين ده قيد بقى ده ده ان دايما ما بصدقش الرب ان دايما الذي ما شوف بعناي عشان اسدق فالشعب كده فقال لانه عطيته فرصة واثنين وثلاثة واربعة عشرة وجربوني الآن عشر مرات ولم يسمعوا القول العصاية جاي عليهم العقاب مش صحيح مش عموته من الوقت عشانك يا موسى انت صليت زي ما بيقول المزمور لو لا وهنا كلمة لولا دي كلمة مهمة جدا 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 لولا شفاعة موسى كان الشعب انت كان زي ما بيقول المزمور هلك كل الشعب دفع واحدة يعني في وقت قليل اوي بسبب وباء كان الرب يسيبه يفتك بالشعب لن يروا الارض التي حلفت لابائهم اللي هو ابراهيم اسحاء يعقوب وجميع الذين اهانونني بعدم ايمانهم الرب بيقول كده اهانوا الرب لما انقول لا انت قلت ان احنا هندخل الارض احنا مش ندخل الارض مش نقدر عليها وجميع الذين اهانونني لا يرونها وشرحنا في حلقة سابقة بس نكرر المعنى باختصار ان لما ما تصدقش وعد الرب انت توهين الرب تقول ان عمر ما هنت الرب بقولك لا لو انت مش مصدق انه هيحميك تبدي اهانة لي لانا كهينك بتقول انت كداد لو انت مش مصدق انك طول ما انت في علاقة معاه هيسدد احتياجك كل احتياجك يبقى انت بتهينه فعدم تصديق الرب اهانة للرب وجميع الذين اهانونني لا يرونها اما عبدي كالب وتكلم عن كالب وبعد كده زي ما قلنا تكلم عن يشوع كالب ويشوع يعني هما الاتنين الاستثناء عشان دول ممشوش وراء الشعب صدقوا الرب واعلانوا انهم هيدروا يدخلوا ارض كنعان وقالوا نصعد ونمتلك احنا قادرون عليها لان الرب معنا وقالوا عن العمالقة اللي في ارض كنعان اللي هم هيمنعونا من امتلاك الارض لو لا حاجة دول لما نحاربهم هيبوا زي زي العيش في بقنا خبزونا قالوا قالوا كده لانهم خبزونا والأصول ما نخافش فالرب لا انتو مش هتروحوا في الرجليات هما مش هيدخلوا ارض كنعان لكن انتو الاتنين كالب ويشوع هتدخلوا الارض يقول الكتاب كده وكلم الرب ده بقى في آية 26 شرحة اكتر وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى اغفر لهذه الجماعة الشريرة بالجماعة الشريرة لانها ما امنتش ما هو الشر يعني لما طهر آية القلب الشرير في في الرسالة العبرانية تفهم ان القلب الشرير والقلب الذي لا يؤمن ولا يصدق الرب هو ده القلب الشرير يعني لو انت مش مصدق ان الرب بيحبك ومات عشانك يبقى انت عندك قلب الشرير تصدق اللي بتقوله الكلمة ان الرب هيديك حياة أبدية لو أمنت به وان الرب هيديك حرية من الخطية لو لجأت اليه وان الرب هيديك سلام ونجاح لو وصقت فيه لو انت ما عندكش ثقة يبقى ده قلب الشرير زي ما يقول هنا ان الرب قال عن الشعب ايه الشعب اليهودي قال عنه ايه في المناسبة دي الكلام صعب هذه الجماعة الشريرة المتزمرة عليها عندها أخطاء كتير بس الغلط البارز التزمر اوها تكون متتزمر على الرب لان تكون شاكر ولما تشكر مشاكلك تتحل ولما تشكر الرب الرب يفتح لك أبواب ما كانش مفتوحة ولما تشكر الرب تلاقي منافس للمشاكل وحتى للموت يقولك عند السيد الرب للموت منافس بس لازم أشكر الرب لازم أبا شخص شاكر شاكر الرب حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتزمرة علي قد سمعت تزمر بني إسرائيل بما ممنوع التزمر الذي تزمروا به قل لهم روح يا موسى وهارون قل لهم حي أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم في أزني في أزني يعني هو سمع الحوار الرب عايز يقول أنا بسمع الكلام اللي أنت بتقولوا بكم وبعد عزيز المشاهد الرب بيسمع نحن نتكلم كن حريص ما طلعش من فم الكلام ضد الرب ولا كلام عدم إيمان ولا كلام استخفاف فيه استخفاف بخدام الرب ولا استخفاف بخدمة الرب لا لأن الرب بيسمع ولك الرب أصغى في سفر ملاخ وكتب تعبير الكتابة إنه بيسجل لما نتكلم كلام الإيمان مع بعض كلام فيه تعظيم للرب يقولك تحادسه دي آية نتحادس مع بعض بأعمال الرب العظيم اللي عملها معنا ولم عملها مع غيرنا ونمجده من أجلها لما بنعمل كده الرب بيصغي وبيكتب وهيكافئنا الرب بيكافئ الإيمان الرب بيكافئ الشخص اللي كلامه كلام إيمان باسم الرب يسوع تتمتع بمكافئات الرب عشان انت تبطل تتكلم كلام عدم إيمان وتبطل تتكلم مع الآخرين ومع نفسك كلام الإيمان فهنا بيقول ايه بيقول ان الكلام خطير جدا درس مهم جدا ان بسبب الكلام اللي قالوا في قضاء جاي عليهم من الكلام اللي قالوا ونفهم اكتر بيقول كده الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم في أذنية زي ما تكلمتم انت قلت ايه انت قلت الرب جابنا هنا عشان يموتنا في البرية مش انت قلت كده قالوا ان الرب طلعنا يقول كده لماذا اتى بنا الرب ليتنا موتنا في هذا القف مش انت تمنيت انكم تموت وطلعت وقلت البعض احنا يريتنا نموت هنا في البرية ونساء واطفال هايبو غنيمة يعني كل واحد هيموت في البرية وامراته هتتاخد منه ولاده عبيد للكنعانيين لا الرب مش انت اللي قلت ده وما سدق تونيش لانا احميكم طيب هحصل لكم في هذا القف كما تكلم زي ما قلت بالظامر تسقط جسسكم يعني كلكم كلكم اللي قلت هتموت هتموت فيه زي ما قلت بالظامر هتموت في البرية لانا انا قلت لكم من قبلك كده انت تدخل ارض كنعاني انت مش هتموت في البرية انت مسدق تونيش وقلت كلام عدم ايمان ان احنا عايزين نموت في البرية مش عايزين زي الرب اللي قال لنا هتدخل كنعان وتموت في كنعان الارض العظيمة لتفيد لمان وعصر مش هت قلت كده وعشان انت متزمروا وعشان انت كنت عايزين تقتلوا الاتنين مش هموت كنعود حالا عشان موسى تشفع عليكم لكن مش هتدخلوا ارض كنعان هتموتوا في البرية مش الوقت قال كده تسقط جساسكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين هتزمروا علي ليه من ابن عشرين سنة قال من ابن عشرين سنة لان ده السن اللي بيحارب يعني قال من عشرين سنة وده بنعرفه من اول سفر العدد وكان فيه تعداد لو تفتكر وموسى عد كل صبت كان واحد فيه فوق سن عشرين سنة يعني دولها لقى حرب دولها اللي كان اصول يروح لحرب دولها رفضوا الحرب وقالوا احنا ياريتنا عن نموت في القف طب هتموتوا في القف اللي تحت دول منكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تزمروا علي لن تدخلوا الارض معدل الاتنين العظماء في الايمان باسم الرب يسوع نبقى دايما عظماء في الايمان باسم الرب يسوع نبقى دايما ابطال في الايمان باسم الرب يسوع دايما ننتصر على ابليس بالايمان ودايما نحل مشاكلنا بالايمان ودايما نبقى من نجاح إلى نجاح بالإيمان ودايما نغلب أعداءنا بالإيمان ما عدا كالب ابن يفن ويشوع ابنه اللهم الأتنين وأما أطفالكم هو بقى كل رب برابط اللي يعمله بكلام ألوه عزيزي عزيزي المشاهد ده بفكرني بالآية اللي بتقول الموت والحياة في يد اللسان يعني فيه علاقة بين الكلام اللي بيطلع من فمك ولي بيحصل يعني مهم جدا أنك تهتم بأن من بقىك ما يطلعش إلا كلام الإيمان الكلام اللي تفهم على الكلمة لأنه هما بسبب الكلام اللي قالوا إلحصهم أنت قلتوا أنه قلتنا كنا موتنا في الأرض دي هتموتوا هتموتوا وأنت قلتوا وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة تقولتنا يقولوا غنيمة لا ده أنا أطلعكم كالزابين وفي خزي يعني يعني أولادكم هيدخلوا الأرض وأنتم مش هتدخلوها وأولادكم هيعيشوا فاكرين أنه أنتو ما كنتوش عندكم إيمان أنتو قلتوا عليهم كلام صعب بس أنا مش هحققوا لأن همنعوا تقولتوا دول هيتاخدوا غنيمة دول هيتاخدوا غنيمة دول هيتاخدوا غنيمة دول هيتاخدوا أرض كنعان عزيزي المشاهد هنكمل التأمل في ما قاله الرب الموسى في الحلقة القادمة إلى اللقاء الرب معك لكن اهتم بكلمات لسانك ولا تنسى أن الموت والحياة في يد اللسان إلى اللقاء الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الأسد في الخارج هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها راسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو ريفرزوف لايف P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012 5277 88 وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org الربو معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر